بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا احنا دايما بنخصص يوم الحد عشان نتكلم عنه نتكلم فيه عن كل ما يدور في بيوتنا وبنتكلم عنه بكل حماس وبكل ارادة ان احنا نرجع البيوت الى التوافق ومن التوافق الى السعادة اه صحيح احنا عندنا امور كتيرة محتاجة نتكلم عنها والحياة دي محتاجة يكون واضحين وصدقين في التعامل معها وإلا هيكون الامر وخيم فيه حالات كده بسيطة الناس بتتخيل ان هي ما توصلناش لكل اللي احنا فيه دلوقتي من ارتفاع نسب الطلاق زي مثلا ايه؟ الناس في حالة عندهم كده بنعرفها لما يكوننا الازواج في جلسات الارشاد الزواجي ايه الحالة دي؟ لما بيحصل بينهم خلافه في كل التفاصيل يحصل حالة بينهم كده من الاشتعال المفاجئ والعلاقة دي بتبقى متوترة على اهول الاسباب وفي بعض الاوقات بيتوتروا بسبب انا بسميه اللا شيء الملهب حاجة تفهى وما فيش اي حاجة خالص ولا في حاجة تستدعي كل هذا التوتر وكل هذه العصبية وكل هذا العنف في بعض الاحيين فلما حد يجي يسألني هو فيه ايه؟ اقول له انه التراكم يا سادة التراكم التراكم ده بيكون عند حديث الزواج ازاي يكون ممكن يكون عند حديث الزواج؟ ممكن يكون عند حديث الزواج بس الناس ربطين التراكم بشكل صحيح بسنوات الجواز انه ما ينفعش عند حديث الزواج لانه هو ممكن يكون عند حديث الزواج لانه تراكم في حياتهم في تاريخ حياتهم وبيكون ساعتها ده ان التراكم ده حصل لهم من تجارب مع ابوهم تجارب مع جوز اختهم تجارب مع كمان ناس تانين شافوا ازاي يتعاملوا مع زوجاتهم فخايفين من العنف من الازواج او خايفين كمان من ان الازواج يتصرفوا بطريقة مش مناسبة الكلام التراكم ده وات كمان من صناعة نسائية ولا صراع حريمي كمان التراكم ممكن يكون عند الرجالة وعشان كده الناس بتبتدي تقف لبعض على الوحدة ولما نسأل ليه الناس بتقف لبعض على الوحدة مش هيكون فيه جواب غير التراكم التراكم ده يا سادة ممكن يحصل ولو بعد سنة أولى جواز وإيه اللي يحصل تجد ان الناس بيسكتوا ومش عايزين يتكلموا بس جواهم واجع وما بيحلوش المسألة ليه لان بعضهم بيقول ما خلاص مشاكل تعقدت وما لهاش حل وسنة الى اللا حل وممكن تحصل المشكلات بسبب ان الزوجين مدوش لنفسهم فرصة انهم يفهموا بعض فيحصل هذا التراكم بدري بدري التراكم ده يا سادة بيبين ان الناس في بعض الاحيين عندهم هشاشة نفسية او عندهم قلة صمود نفسي ليه لان زي الناس يسيبوا التراكم ده يحصل مع حديث الزواج بيكون ده هو ما عندوش استعداد وما عندوش صمود نفسي يسمح له ان هو يصمد امام الاحداث اللي بتمر عليه ويبقى كده لازم نعرف ان التراكم يا سادة ما يجيش حد يقول ان التراكم ده ابتدي بدري لي جونة في جلسات الارشاد الزواجي يقول لي انا مش عارف هي بتقول له انا نفس اتمالك نفس اتمالك ايه احنا بقى انا 13-14 مش معنى كده ان انا بقول ان الناس يبقى لهم مبرر ان هما يتدعوا التراكم بعد 13-14 لكن التراكم ده مش بيبقى التراكم بس في فترة الزواج بيبقى تراكم كمان في الحياة ودي معلومة مهمة جدا عشان الازواج والزوجات ما يستغربوش اللي بيحصل يبقى لازم نعرف ان مفهوم التراكم والتراكمات ممكن يكون مرتبط بالزمن وممكن ما يكونش مرتبط بالزمن مرتبط بخبرات سابقة ما لهاش اي دعوة بالشخص اللينا بيشاركني الحياة دلوقتي لكن فيها اسقطات على الزوج وبيدفع الزوج ساعتها فواتير الاب والاخ وزوج الاخت وتدفع الزوجة فواتير الام والاخت وتدفع كل الفواتير ده لان في الحقيقة ساعتها الخبرات دي بتنشئ جبل من المخاوف تخلي الناس يقفوا البعض على الواحد فلما الزوج عمل نفس الشيء اللي عملوا في الخبرة اللي حصل في الخبرة السابقة ابتدى يدفع الفاتورة وهي عملت له ارد الفعل اللي هي كانت المفروض تعمله في الخبرة السابقة زواء مع والدها او مع اخوها وهو نفس الحكاية بعض الازواج بيدعانوا من التراكمات بشكل واضح بدري بدري واحنا قلنا ان ده بيكون دليل على ضعف الصلابة النفسية ونلاقي في بعض الاحيين ان الصلابة النفسية نلاقي انسان شيء معوق للعلاقة الزوجية ان الناس مش قادرين مش قادرين باي شكل من الاشكال يتجاوزوا ولو الكلمة ولو النظر وساعتها لازم نراعي حاجات مهمة جدا جدا نراعي الكلام اللي احنا بنقوله لانه ساعتها بيبرتمد بخبرات سابقة انا عايز اقوله هنا ايه حضرت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان احنا ما نتركش التراكمات دي في حياتنا الزوجية وما يجيش الواحد يقول انا يعني هخلأ اخلص من التراكمات بايه ولكن قالت صلى الله عليه وسلم والكلمة الطيبة صدق وعلمنا صلى الله عليه وسلم ان بدل الكلمة الطيبة صدقة فيوقع فيها ان الحسنات يذهبن السيئات فازاي الواحد ممكن يتخلص من التراكمات ده عن طريق الكلمة وفي نفس الوقت ممكن التراكمات دي تحصل بكلمة وعشان كده ما نستهونش باثر الكلمة وهنا نفهم حديث الرسول اللي عليه وسلم ان الرجل اللي يتكلم بالكلمة من صخة الله لا يلقيها بالك ولذلك كتير من الرجال وكتير من السيدات يستهونوا بالكلمة تقولوا يعني انت كده هيوا بتكلموا يعني هو فيه رجل يعمل كده وسكتت فيفضل الكلمة دي متذكرها وهي يجي يقول لها انت فاكر ان نفسك ست ويفضل الكلمة دي موجودة ويجي بعد كده مرة تانية يقول لها انت لو سمحت يتم بنفسك وخليك واحدة ست فالكلمة دي مع الكلمة دي بقى تراكم هو في نفس الوقت اللي ما تيجي تقول له انت لو كنت راجل ما كنت سبت والدتك تتعامل معاها بالطريقة دي فيا تراكم ده نحط خط نازم ما بين الكلمتين دولة وبيعمل الازواج كده نفس الامارة بالسوق بتعمل ايه تجمع كل الكلام السلبي اللي قاله شريكي الحياة وتجمعه وفي الاخر خالص ده بيكرهني ده عايز يكسرني ده عايز يأزيني انت عمرك ما قلتلي كلمة حلوة انت اكتول عمرك بتأزيني بالكلام وعشان كده لازم كل واحد فينا يخلي باله من الكلام ويخلي باله من التصرفات ولازم نعرف ان ممكن حد يتأثر بكلام سلبي وحد تاني ما يتأثرش بنفس التأثر ده مش معنا كده ان الكلام مش كلام سلبي ولازم نسأل ليه البنت بتعجب بالشخص اللي بيهتم بالتفاصيل المكرمة لها زي ايه زي مثلا نفتح لها الباب انا ساعتها نفهم ان هي الاهتمام ده عالج ترومة وعالج حاجة كانت عندها ويبقى السبب مش هو فتح الباب ولكن الاهتمام بيها زي مثلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بابه هو امي ما كان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان قادر يجيب اي شيء تطلع عليه السيدة صفية وتركب الناقة لكن اراد رسول الله ان هو يعمل لها شيء يجعلها تحس بخزين وذخيرة من المحبة فوضع فخزه صلى الله عليه وسلم فخزه الشريفة فصعدت عليها السيدة صفية طب ايه المقصود بده اني خلي بالك ان الاشياء البسيطة اللي انت ممكن تعملها ممكن تزيل تراكمات لان هي بتنتظر كتير من الاحيين نيجي لما نيجي نحلل المشكلة الزوجية عندنا نلاقي الزوجة كانت منتظرة السلوك غير الايجابي فلما بيعمل لها السلوك الايجابي زي ما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم فعل ده ايه اللي حاصل تتغير رؤيتها جدا جدا لمسألة العلاقة الزوجية عارف لو ان الرؤي الزوج اراد ان هو يعمل ذكريات حسنة عند زوجته هو بيزود منعدها تجاه التراكمات الزكريات الحسنة وكمان العلامات الفريقة في قلب شريك الحياة بتزود صموده الزواجي انا عندي مصطلح كده بحبه اسمه الصمود الزواجي حضرت النبي صلى الله عليه وسلم بتسأله السيدة عائشة حضرت النبي يقول له مثل حبك يا عائشة كمثل العقدة مثل حبك في قلبي يا عائشة كمثل العقدة فكل شوية السيدة عائشة تسأل تقول لي يا رسول الله كيف حال العقدة يقول لا كما هي يبقى لازم نبعث رسائل طمقانة طول الوقت عشان رسائل الطمقانة دي تزود لدى شريك الحياة الصمود النفسي فيقاوم كل أشكال التراكمات التراكمات دي عاملة زي ايه التراكمات دي عاملة زي الأتربة اللي بتنزب من خلال التعامل فالأتربة دي ممكن تتحول إلى جبال بمورن الأيام لو الإنسان دايما بيخلي المكان ده تغير صارح للأتربة بيخليه مكان جديد وقلب شريك حياتك ممكن يبقى قلب جديد كل ما انت بتعمل ذكريات حسنة عنده وهذه الصلابة تمنع كل الأتربة تمنع كل القذورات اللي هي تكون موجودة لأن التراكمات لا تجمع إلا الأشياء السلبية ما شفناش تراكمات ما بين الزوجين بيجمعوا لبعض الأشياء الإيجابية كل التراكمات بتكون ما بين الزوجين في الأشياء السلبية عند الجالة مسألة أن زوجته تعمل له مثلا شاي فهي لما ترفض 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 أو أن هي ما تكونش فاضية أو أنها ترفض ده إيه اللي حاصل بعض الناس متصورين أن المسألة مسألة مسألة الشاي لا ومسألة أن هو عايز يتراكم عنده أن هي بتكون سعيدة أن هو يعتدل مزاجه فلما ده ما بيتعملش هو ييجي عندنا في جلسات الإرشاد الزواجي يقول والله يا ما بتهتمش بي بطلت تحبني فقارنجي نسأله ليه بطلت تحبك يقول لي عشان ما بتعمل ليش شاي أو ما بتهتمش بأن هي تكون الهدومي أو هي ما بتهتمش بكل الحياة اللي بيحبها ما بتسألنيش ما بتعمل ليش ما بتجدد ليش في الحياة الزوجية اللي بيننا فتي تقول له معقولة أنت عامل ده كله عشان يكون بايت شاي أو عشان أنا ما بعمل لكش الأكل اللي أنت بتحبه أو أن أنا ما بسألش عليك في الشغل هي لقيه قضية عنده مش كده أن الحياة دي كلها بتبقى رمزية هل إحنا في الكلام اللي إحنا بنقوله ده دلوقتي إحنا بنبرر للأزواج إن هما يحصل لهم تراكم لأ إحنا بنفسر للأزواج التراكم بيجي إزاي التراكم عامل بالزبط زي الإنسان إن ما يعرفش إمتى الشيء اللي بيستعمله ممكن يفسد فالتراكم إنت بيش عارف إمتى التراكم ده هيوصل للفلوف هيوصل للامتلاء أسوأ حاجة اسمها في التراكم الوصول للامتلاء الزواجي وعشان كده إحنا محتاجين نكرس فكرة إن فكرة إن الدية المنتشرة في الزواج هي من أهم مصادر التراكم الكلمة بالكلمة والكسرة بالكسرة والديء بالديء فيحصل التراكم بشكل واضح جدا ولازم نعرف المفهوم مفهوم الأسرة دلوقتي فيه عناصر كتيرة بتخليه جاهز للتراكم يعني كأن الزوجين بيدخلوا الزواج جاهزين للتراكم إزاي لما ييجي الجواز عندنا يبقى يتحول الجواز إلى بيزنس يعني إيه بيزنس إن كل واحد متوقع في الجواز ربح بشكل معين فإذا ما حصلش في الربح يبتدي يحسب خسارة على خسارة تسبب فيها شرك حياته لأن الجواز خلاص بيزنس بيزنس يعني إيه أنا عايز ربح وما أخسرش ومعنى كده إيه إن كل موقف يقع من شرك حياتي أنا أعتبره خسارة والخسارة دي بتخسن من قلبي وبتتراكم عندي لغاية ما أعلن التفليس الزواجي اللي هو فكرة الامتلاء ساعات كمان فيه خطر داني وخطر تاني موجود كتير جدا جدا في مسألة الجواز الخطر التاني اللي موجود في مسألة الجواز إن الجواز يبقى سراع كل واحد عايز يسبت ذاته يسبت ذاته ليه؟ من كم التراكمات اللي موجودة عند الناس عند الرجل وعند المرأة في إزاي كل واحد فيهم بيفسل العلاقة فيبقى الجواز سراع فكل ما حد ييجي يتعامل مع شرك حياته هو شايف إنه بيسرعوا وبيكسروا فتفضل التراكمات تتجمع كمان لكن لازم نعرف إن احنا في الجواز من أهم الحاجات اللي بتساعد على عدم التراكمات مسألة النضوط إن احنا نعرف إن الجواز بيمر بمراحل المراحل بيمر بمرحلة إيه؟ مرحلة زي بعد ما منعد بالصراع أول مراحل إن الناس تتعافى من كل هذه التراكمات إن هي تبدأ تطبع على بعض تطبع على بعض إيه؟ كل واحد يعرف منزلت التاني وأهمية التاني في حياته وبعد ما يطبع على بعض يحصل لهم تكيف خلاص متكيفين على صفات الآخر كل واحد متكيف على صفات الآخر وكأننا بنعيش مع حديث رسول الله عليه وسلم رأي فرق مؤمن ومؤمنة إذا كره منها خلق الراضية منها الآخر ساعد ما بنقدر نتكيف بعد كده بنبتدي من المرحلة اللي بتوصلنا للتراضي وهي مرحلة النضوط يعني إيه مرحلة النضوط؟ إن احنا نرجع مرة تانية نزيل التراكمات ونعطي الأخطاء أو نعطي الأشياء حجمها وبعد كده بيحصل للإنجاز إن احنا بعد كده الجواز بتاعنا يبقى جواز سعيد ونقدر نحقق فيه مقاصدنا من الجواز يبقى الوقوف على الوحدة ده تعبير عن خلل في قيمة الأسرة والجواز صحيح اسمه نصيب يعني كل واحد فينا قادر يمتلك حب وقلب التاني وهنا نتذكر حديث الرسول الله عليه وسلم إني كان صلى الله عليه وسلم يتكلم على أن أفضل درعم ترعم تنفقه على أهلك إذن ليه؟ إيه أفضل درعم تنفقه على أهلك؟ لأن أهلك هم أكتر الناس تأثراً بتصرفاتك الحسن نيجي بقى نعمل إيه بقى عشان نتخلص من مسألة ماذا؟ نسألة إني الأشياء التي بتتسبب عندنا بطريقة سلبية في التراكمات أول حاجة حط نفسك مكان شريكي الحياة وتفاهم وجهة نظر وإيش بحديث رسول الله سلم لا يؤمنوا أحدكم حتى يحب لي أخي ما يحبه لنفسي تاني حاجة تغاضى تغاضى يعني إيه؟ مش ممكن نكون بنقف لبعض على واحدة لازم نتغاضى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أن عندكم من طعام قالوا له قال إني صائم ولازم نتوقف عن الأحكام المتبادلة وكمان لازم نتخلص ونقول لا للشعور الجارف ليعني إيه؟ ما نقيمش الأفكار ونقيم التصرفات تقييم مبالغ فيه وكمان لازم نحافظ على الحوار كأداء أساسية لاختخلص من التراكمات كل يوم وكمان لازم كل واحد فينا ما يجزمش بأن شخصه بيتبنى قيمة بتحاول تهد البيت لكن كل واحد فينا يتبنى أن شريك حياته عايز يضيف إلى البيت فإذا كان كل واحد عايز يضيف فينا هيبقى الخلاف اللي بيننا ده تنوع نصحتي إذا أردنا أن نتخلص من التراكمات ما تبعدوش عن بعض كل يوم حاوروا بعض كمان اخرجوا مع بعض اخرجوا مع بعض ومش لازم تخرجوا على دعوة للعشاء اخرجوا مع بعض كمان كل واحد فيكم لازم يمتن للآخر يمتن له لأنه بالفعل قيمة إضافية في حياته إذا عملنا الحياة دي إحنا نقدر نتخلص من التراكمات وهو على حد فيكم يقول خلاص التراكم وصل للنهاية لأن الرسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن البيت يعيش بالمدد ولذلك لا يحقرن أحدنا من المعروف شيئا لربما كلمة طيبة تخلصنا بها من كل تراكم ولربما هذه الكلمة الطيبة أو التصرف الطيب هذا ما كان ينتظره شريك الحياة ليتخلص من كل التراكمات يا رب أعنا وكون عولا لنا وجعلنا دائما يا مولانا في رضاك وفي مددك لكي نتخلص من كل التراكمات حتى تكون قلوبنا قد خليناها لننتظر منك التحلية فتتحلى بالرضا وتتحلى بالتوافق حتى نكون ممن يسعدون بنعمة الزواج يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين ألهمنا رشدنا واجعلنا يا ربنا من الطيبين المطيبين اشتركوا في القناة